بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في بار سيكستين ازاي نقدر نعين الرو بلانسد ونفكركم تاني ان الرو بلانسد كان مقصود بيها ان بيحصل الانهيار في الستيل والقراصانة بمعنى ان الستيل يوصل اليد والقراصانة توصل الالتمت كومبريسيف استرين زي ما احنا شايفين في الرسمة ديت ادي توزيع الاسترين الاسترين اللي في الحديد هو عبارة عن ابسلون واي ده الالتمت استرين في القراصانة اللي هو تلاتة من الف وده توزيع الاسترس على الكروس سيكشن التنشن فورس بتساوي الاريا ستيل في اف واي خلي بالك دي اف واي مش اف اس وده الكومبريشن فورس اللي هي خمسة وتمانين من مية اف سي داش اي في بي حيث بي ده الويتس بتاع القطاع والا اللي هو الدبس بتاع الكومبريشن زون طيب احنا بنقول لو عملنا تشابه مسلسات هنا هنطلع من المعادلة ديت اللي هي الاسترين بتاع الخراصانة على سي بي وليسا منها سي بي علشان دي الحالة بتاعة البالانسل هيساوي ابسون واي على دي ماينس سي بي الكلام دوت طبعا من تشابه المسلسات طيب المعادلة ديت ممكن نرتبها بشكل تاني زي ما احنا شايفين بنوصل فيها ان السي بي اللي هو الدبس بتاع الكومبريشن زون بيساوي تلاتة من الف دي على تلاتة من الف زائد ابسلون واي او ممكن نحطها في الشكل دوت ان الاب بتساوي بيتا وان في تلاتة من الف في دي على تلاتة من الف بلس ابسلون واي يبقى ديت الاي في حالة البالانسل كوندشن طيب من الاكوليبرام بنقول التنشن فورس بيساوي الكومبريشن فورس التنشن بيساوي الكومبريشن طيب لو عوضنا بقيمة الكومبريشن وبقيمة التنشن واللاحظ هنا احنا بنتكلم على الاريا ستيل في حالة البالانسل كوندشن من الاخر حنوصل الى المعدل اللي احنا شايفينها ديت ديت عبارة عن الاريا ستيل بالانسل طيب لو اسمنا على ابعاد القطاع اللي هي البي والدي حيطلع عندنا ان الرو بالانسل بتساوي 85% احنا عندنا دلوقتي ازاي نقدر نحسب الاريا ستيل بالانسل وازاي نقدر نحسب الرو بالانسل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة